بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنحل النموذج التالت في كتاب المدرسة الخاص بطلاب الدمج وبعد ما نخلص حل النموذج ده هنحل ست مسائل من عندي بس يا ريت تحل النموذج ده الوحديك الاول بعد كده تسمع الفيديو تشوف حلك صح ولا غلط نبدأ بسؤال الاول السؤال الاول صح وغلط اول مسألة بيقول البعد بينه النقطتين تسعة وصفر واربعة وصفر يساوي خمسة هل لو جبت البعد بينه النقطتين دول هيساوي خمسة ولا مش هيساوي خمسة طب نطبق في قانون البعد هل هو جزر فرج السنة التربيع زائد فرج الصدات تربيع عندك اي نقطة عبارة عن صين وصاد والنقطة التانية برضو صين وصاد هنطرح السنة اللي هم التسعة ولا اربعة تسعة نقص اربعة والصدات اللي هم الصفر والصفر صفر نقص صفر تعالى نطرحه الربع انزل الجزر تسعة نقص اربعة خمسة خمسة تربيع بخمسة وعشرين صفر من هذا الصفر هو الصفر صفر تربيع بصفر خلاص الصفر مش هتكتب هتساوي جازر الخمسة وعشرين وجازر الخمسة وعشرين تساوي خمسة فعلا ساوت خمسة زي ما هو كان جايلي يبقى لي جابها الاولى صح السؤال التاني بيقول لي اذا كان ظاهر يساوي واحد فان قياس زاوية هيا بخمسة واربعين تعال نشوف زاوية هيا هتساوي خمسة واربعين فعلا ولا لا هم يديك انه ظاهر بواحد ايه الزاوية اللي الزاو بتعيتها بواحد احنا حافظين زاو خمسة واربعين يساوي واحد يبقى فعلا زاوية هيا دي هتساوي خمسة واربعين لو نسيتها طالما عايز الزاوية بتضغط شفت شفت تان واحد هتطلع لك بخمسة واربعين تكتبها على الآلة او احنا حافظين زاو خمسة واربعين يساوي واحد يبقى فعلا زاوية هيا بتساوي خمسة واربعين يبقى الاجابة التانية برضو صح دلته صاد يساوي اتنين سين زاد واحد. يقطع من محور الصدات جزء ان طوله سالب واحد. هل لو جيبنا الجزء المكتوع من الصدات هيطلح سالب واحد? من غير ما اتفكر اللي جابه هنا غلط. ان ما فيش طول بالسالب. ما فيش طول جزء يطلع لك بالسالب. طيب احنا كنا بنجيب طول الجزء المكتوع ازاي من الصدات? بنجيب القيمة المطلقة للحد المطلق. الحد المطلق اللي ما فوجش ولا سين ولا صاد. عشان هجيب الجزء المكتوع من الصدات هجيب له القيمة المطلقة. قيمة المطلقة الموجب واحد هي بعينها الموجب واحد. هنا كاتبها لسالب واحد فالاجابة هنا هتكون غلط. السؤال الرابع بيقول لي ازا كان المستقيم قلب به عمودي على مستقيم جيم دال. فان ميل قلب به في ميل جيم دال يسوي واحد. برضو الاجابة هنا غلط. ان المستقيمان المتعامدان حاصل ضرب ميلهم هيسوي سالب واحد مش موجب واحد. فالاجابة هنا برضو وغلط. نكمل السؤال الاول. السؤال الخامس وصحه وغلط. بيقول لك زا ستين يساوي واحد على جزر تلاتة. هل لو جبنا زا ستين هتطلع بتساوي واحد على جزر تلاتة? دي غلط. ان احنا حافظين زا ستين بتساوي جزر تلاتة بس. لو كتبت بالقالة زا ستين او تان ستين هتطلع لك جزر تلاتة. هو هنا كتبال واحد على جزر تلاتة في الاجابة هنا غلط. اخر السؤال في الصحه غلط. مديك نقطتين. نقطة الف واحد واثنين وبه تلاتة واربعة. يقول في ان احداث نقطة منتصف الف هي تنين وتلاتة. هل لو جبنا منتصف الف بها هيطلع تنين وتلاتة او لا? تب نجيب المنتصف. منتصف الف وبيه من قانون المنتصف. اللي هم مجموع السنات على اتنين. ومجموع الصدات على اتنين. نجمع السنات اللي هم الواحد والتلاتة. بواحد زاد تلاتة على اتنين. والصدات اللي هم الاتنين والاربعة. اتنين زاد اربعة على اتنين. تعال نجمع. واحد وتلاتة اربعة. اربعة على اتنين فيها الاتنين. اتنين واربعة ستة. ستة على اتنين فيها التلاتة. ابقى نقطة المنتصف طلعت اتنين وتلاتة. وهو كان كاتب الاتنين وتلاتة. فالاجابة هنا صح. كده خلصنا السؤال الاول. السؤال الثاني اختيار. اول سؤال عايز بعد النقطة اربعة وتلاتة عن المحور السيني. اللي هو محور السينات. عندنا مرحوظة بتقول لك لو عايز تجيب بعد اي نقطة عن محور السينات تاخد القيمة المطلقة للصات. هي اي نقطة عبارة عن سنو صات. لو عايز البعد عن محور السينات تاخد القيمة المطلقة للصات. قيمة المطلقة للثلاثة هي بعينها الثلاثة إبقى بعد النقطة دي عم محور السينات بيساوي ثلاثة طب لو جالك عايزين بعد النقطة عم محور الصادات تاخد القيمة المطلقة للسين تاخدهم بالعكس السينات تاخد الصاد ولو جالك الصادات تاخد السين السؤال الثاني أوجد قيمة أربعة جاتة تلاتين زا ستين هو ما فيش إشارة بينهم يعتبر بينهم إشارة فيه هنزل الأربعة فيه جاتة تلاتين حفظينها بجازر تلاتة على الاتنين فيه زا ستين قيمتها بجازر تلاتة هنضربهم في بعض ممكن تختصر الاتنين والاربعة يقبلوا على الاتنين اتنين على الاتنين فيها الواحد واربعة على الاتنين فيها الاتنين هنضرب اتنين في جازر تلاتة في جازر تلاتة هنضرب الجزور الأول جازر تلاتة في جازر تلاتة اخد العدد اللي تحت الجزر اللي هو التلاتة تب 3 في 2 بتساوي 6 فلما جدنا قيمتهم وضربناهم ساوات 6 السؤال الثالث بيقول إذا كان المستقيمان سين زائد صادي ساوي 5 والمستقيم التاني اسمه كاف سين زائد 2 صادي ساوي 0 مالهم المستقيمين دول جل متوازيان عايز قيمة كاف الله تعالى ما جل لك متوازيان تفهم إن ميل هم متساوي نجيب ميل الأول وميل التاني ونساوهم ببعض عشان نعرف قيمة الكاف يبقى أقول له طالما المستقيمين متوازيان يبقى ميل الأول يساوي ميل التاني هنجيب الميلين هستخدم القانون الرابع في الميل طالما سين جنب صاد أستخدم القانون الرابع اللي هو سالب معامل سين على معامل صاد السين يعتبر جاب لها واحد والصاد برضو يعتبر جاب لها واحد سالب معامل صين الواحد يضربه في سالب يبقى سالب واحد على معامل صاد اللي هو الواحد سالب واحد على واحد بتساوي سالب واحد ده ميل الاول هنجيب ميل التاني بنفس القانون سالب معامل سين على معامل سات معامل سين الرقم اللي جاب لسين اللي هو هنا كاف هنحطه له سالب يبقى سالب كاف على معامل سات الرقم اللي جاب لسات هنا اللي هو الاتنين كين هده هجيبت الميلين الميلين دول هساوهم ببعض هنساوهم ببعض عشان هو كانجيه اللي متوازيان طالما متوازيان يبقى ميلهم متساوي هساوي ميلي الاول بالتاني ميلي الاول اللي هو طلع سالب واحد هساوي بميلي التاني اللي هو سالب كاف على اتنين عشان نجيب الكاف هنضرب مجس سالب كاف واحد يابعينها السالب كاف اتنين في سالب واحد بسالب اتنين عشان نخلص من السالب ده نكسم عليه او ممكن نقول السالب يروح مع السالب ايبا الكاف هتساوي اتنين اللي هو الاختيار الرابع نكمل سؤال الاختيار السؤال الرابع في الاختيار بيقول للنقط صفر وصفر وثلاثة وصفر وصفر واربعة دي تكون مسلس منفرج الزاوية ولا مسلس حد الزاوية ولا مسلس قائم ولا تقع على استقامة واحد طيب التلات نقط دول عشان عرفهم مسلس منفرج ولا حد ولا قائم بنستفدم قانون البعد بجيب البعد بين كله نقطتين تعال نسمي مثلا النقطة دي الف والنقطة دي بي والنقطة دي جين احنا هنجيب البعد بين كله نقطتين هنجيب البعد بين الف و بي و بي و جين و الف و جين تعال نجيب البعد ده ونشوف قانون البعد فرج السنات تربيع زياد فرج الصدات تربيع نبدأ بالف و بي نطرح السنات تلاتة ناقص صفر والصدات صفر من ناقص صفر لو طرحنا تلاتة ناقص صفر هي التلاتة تلاتة تربيع بتسعة صفر نقص صفر بصفر تربيع برضو بصفر هنجيب جزر التسعة بتساوي تلاتة ده اول بعد نجيب البعد بين بيه و جي قدي بيه و دي جي نطرح السنات تلاتة نقص صفر تلاتة نقص صفر كل تربيع الصداط صفر نقص اربعة صفر نقص اربعة تربيع تلاتة نقص صفر هي التلاتة تربيع بتسعة 0 ناقص 4 هي السلب 4 تربيع ب16 هنجمع 9 و 16 25 وجزر 25 يساوي 5 ده تاني بعد اخر بعد اللي هو ألف وجين هده ألف و هده جين السينات اللي هم 0 و 0 اقوله 0 ناقص 0 تربيع الصداد 0 ناقص 4 0 ناقص 4 تربيع 0 ناقص 0 ب 0 0 ناقص 4 سلب 4 تربيع ب16 هجيب جزر 16 بتساوي 4 كده انا جبت الثلاث أضلاء اعرفوا ازاي انهم ثلث مفارج ولا حد ولا قائم في الاول نمسك الضلع الكبير والربعون عندك الضلع بتلاتة و ضلع بخمسة و ضلع باربع الكبير هنا الخمسة لو ربحت الخمسة هتساوي 25 ده الضلع الكبير بعد كده نمسك الضلعين الصغيرين اللي هم الثلاثة والاربع اربعهم واجمعهم ربع التلاتة بتسعة ربع الاربع يعني اضربها في نفسها 16 9 و 16 يساوي 25 كده الضلع الوحدي بخمسة و عشرين والضلعين مع بعض طلعوا بخمسة و عشرين الضلع ساوي الضلعين طالما ضلع ساوي الضلعين يبقى المسلس ده قائم طب بفرط طلع كبير الضلع طلع كبير عن الضلعين يبقى مسلس مفارج طب لو الضلع طلع صغير يبقى مسلس حاد هنا الضلع ساوي الضلعين يبقى المسلس ده قائم طبعا تقع على استقامة واحدة دي احنا بنعرف ان النجاة على استقامة واحدة بالميل لو جبت ميل قلب به وميل به جيم تطلع عصاوه بعد انت لو جبت الميل هنا مش يطلع عصاوه بعد فمش يكونوا على استقامة واحدة فالاختيار اللي ينفع معي هنا انه هو يكون مسلس قائم عشان ضلع ساوي ضلعين السؤال الخامس مباشر بيقول اذا كان المستقيم قلب به يوازي المستقيم جيم دال تعرف ان ميلهم يساوي بعض على طول ميديك ميل قلب به باثنين على الثلاثة عايز ميل جيم دال طالما هم متوازين يبقى ميلهم يساوي بعض ميل قلب باثنين على ثلاثة يبقى ميل جيم دال برضو اثنين على ثلاثة فانا هنختار الاختيار الاول اخر سؤال في الاختيار بيقول لي اذا كان جا سين بنص عايزين جا اثنين سين طيب نجيب قيمة السين الاول اكده نضربها في اثنين وبنجيب لها الجا وهميديك جا سين بنص ايه الزاوية اللي الجا بتاعتها تساو نص هنحافظين جا تلاتين تساو نص يبقى قيمة السين دي بتلاتين طيب انا مش عايز السين انا عايز جا اثنين سين جا اثنين في سين السين اللي جبناها دي جبناها بتلاتين فاحنا شيلنا السين وحطينا بدلها تلاتين جا اثنين في تلاتين بستين يعتبر هو عايز جا ستين جا ستين حافظينها بجازر تلاتة على اثنين بحنا فلاو اللي جبنا السين من هنا طلعت تلاتين حطناها مكان السين اللي كانت في المسلة اثنين في تلاتين بستين جهاز التين اللي عايزة اتسوي جهاز الري 3 على الاتنين اللي هو الاختيار رقم 3 كده خلصنا سؤال الاختيار ندخل في السؤال اللي بعده السؤال التالت توصيل اول نقطة بيولي ميل المستقيم المواز المحور السيني دي ملحوظة حفظينا ميل المستقيم المواز المحور السينات ميلو بيساو صفر اما المواز للصدات ميلو غير معرف يبقى ميل المستقيم اللي بيواز السينات ده ميلو بصفر يبقى هنوصل بالاختيار التاني النقطة التانية بيولي عوجة قيمة جهاز تربيه 30 زائد جهاز تربيه 30 تعانجي بجهاز 30 وجهاز 30 الاول والربح جهاز 30 قيمتها بنص احط فجهاز تربيه زاد جهاز 30 قيمتها بجهازر 3 على الاتنين احط فجهاز تربيه اربحهم ونجمعهم ربع الواحد اضربه في نفسه واحد في واحد بواحد الاتنين اتنين في اتنين باربع زاد جزر 3 في جزر 3 اخد العدد اللي تحت الجزر الوها 3 واتنين في اتنين باربع هتجمعهم المقامات عندك متوحد اخد مقام واحد بس واجمع البسط واحد زاد 3 بتسوى اربعة اربعة اللي اربعة فيها الواحد ابدى قيمة المقدار دي سوى واحد فاحنا عنوصلها بالاختيار التالت السؤال التالت بيقول لي اذا كان قلب به جيم دال مستطيل ميديك نقطة الف اسمها سالب واحد وسالب اربعة ونقطة جيم خمسة اربعة عايز طول به دال ممكن نستعين برسمة مستطيل عشان تسيل عليها الحل ميديك قلب به جيم دال مستطيل هو ميديك في المسألة نقطة الف ونقطة جيم لكن عايز طول به دال طول به دال يعني البعد بين نقطة به ونقطة دال طب هو مش ميدييني ولا نقطة به ولا نقطة دال طب هو ميدييني الف وجيم فهنا لازم نكون حافظين خواص الاشكال نعرفين من خواص المستطيل ان القطران متساويان طول الف جيم هيساوي طول به دال فاحنا نقدر نجيب طول الف جيم عشان هو ميديينه نقطة الف ونقطة جيم الطول اللي هيطلع منها هو هيساوي طول به دال لان القطران يساوه بعد فاحنا هنجيب طول الف جين يعني البعد بالنقطة الف ونقطة جين لها فرج السينات تربيق زائد فرج الصدات تربيق نبدأ بالسينات سالب واحد نقص خمسة اممكن ناخدها بالعكس خمسة نقص سالب واحد خمسة نقص سالب واحد سالب في سالب بموجة هتبقى خمسة زائد واحد الصدات اربعة نقص سالب اربعة اربعة نقص سالب اربعة هتبقى بموجة باربعة باربعة تعال نجمع أنزل الجزر 516 6 تربيع ب36 448 8 تربيع ب64 أجمعهم 36 و64 يساوي 100 وجزر المية يساوي 10 يبقى طول القطر الأول هو ألف جنب 10 هو عايز طول بهدال برضو هيساوي 10 أنه طول القطرين متساويين يبقى طول بهدال هيساوي 10 اللي هو هنا الاختيار الأول السؤال الرابع عايز معادلة المستقيم المر بنقطة الأصل وميله يساوي اتنين أول ما تشوف معادلة المستقيم تكتب صورتها اللي يصاد بتساوي مين سين زاد جين لازم يكون عندك الميل والجز هو مديك الميل جهز باتنين البساط بتساوي الميل باتنين ونزل السين طب الجز الجز مش مدهلك طالما مش مديك الجز هيديك نقطة تعاوض بيها فين النقطة اللي هتعاوض بيها اللي هي نقطة الأصل وبيقول لك مار بنقطة الأصل نقطة الأصل دي اللي هي صفر وصفر هتمسك النقطة دي تعاوض بها في المستقيم عن السين بصفر والصد بصفر أو لو فاكرين ملحوظة خدناها المستقيم طالما يمر بنقطة الأصل تعرف ان الجز المكتوح يطلع بصفر على طول من غير ما تعود طلعه ما مره بنقطة الاصل يبقى تجيم دي بصفر خلص يبقى مش هليت بحاجة هنا بل معادلة خلصت على كده صاد بتساوي اتنين سين وكاتب لك الصاد والسين مره هنا هتحط الميل اللي هو الاتنين يبقى ما كانوا النقطة هنا هتساوي اتنين نوصلها به الاتنين السؤال الخامس معتمد برضو على مرحوظة خدناها عايز معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة اتنين وسالب تلاتة ويوازي محور السينات هو مدك نقطة اي نقطة عبارة عن سين وصاد قلنا لو عايز معادلة مستقيم مر بنقطة ويوازي محور السينات تاخد الصاد لو جالك يوازي محور الصادات تاخد السين بالعكس دايما بالعكس هنا يوازي محور السينات يبقى هاخد الصاد الصاد قيمتها بتعمل هنا الصاد بسالب تلاتة يبقى المعادلة صاد بتساوي سالب تلاتة فهنوصلها بالسليب 3 كل الملاحظات دي ولنها في حصة التلخيص اخر سؤال في التوصيل عايز قيمة المقدار 2 زا 30 على 1 زا 40 تعال انا عوض الاول 2 زا 30 اللي 2 زا بنوم فيه انزل 2 فيه زا 30 قيمتها ب1 على جزر 3 ده البصل المقام 1 زا 30 هنزل 1 زا 30 قلنا ب1 على جزر 3 بس هحط في جيها تربيع تعال خلص البصل الوحدي والمقام الوحدي في البصل هنضرب الاتنين دي تعتبر مقامها واحد هضرب بصل ببصل ومقام في مقام اتنين في واحد باتنين واحد في جزر 3 بجزر 3 تبتع تحت هنزل الواحد وربع ربع واحد على جزر 3 واحد تربيع واحد في واحد بواحد جزر 3 تربيع جزر 3 في جزر 3 هي بعينها التلاتة هنزل البصل زي ما هو اتنين على جزر 3 وهجمع المقام اكتب بالقالة واحد زا 30 هتطلع لك اربع على تلاتة اخر خطوة هكسمهم على بعض ازاي بنكسم الكسور بسبت الكسر الاول وعلامة العالة نحولها لفيه ونشجلب الكسر التاني هسبت اتنين على جزر 3 والعالة بنخلال فيه ونجلب بدل اربع تلاتة تبتع تلاتة على اربع او ممكن تكسبهم بالقالة برضو لو ضربت الكلام دي بالقالة هتطلع لك جزر 3 على اتنين ايبا قيمة المقدار ده سوى جزر 3 على الاتنين اللي هو هنا الاختيار الاخير كده خلصنا سؤال التوصيل هندخل في اخر سؤال في الامتحان السؤال الرابع والاخير في الامتحان ده سؤال اكمل عبارة عن 6 نقط النقطة الاولى بيولي اذا كان المستقيم قلب به يواز جمدال مديك ميل قلب بيب نص عايز ميل جمدال لسه واخدينا استقيمان متوازيان يبا ميلهم متساوي ميل قلب بيب نص يبا ميل جمدال برضو بنص السؤال التاني مديك مسلس قلب به جيم قيم الزوى في به يبا تعرف انه قلب جيم ده الوطر ما يبا مقابل للزوى تسعين طول قلب بيب 3 وطول به جيم باربعة هو عايز منك جا جيم زوى الجيم عايز يجيب لها الجا قانون الجا مقابل على وطر احنا عندنا المقابل بتلاتة لكن ما عندناش الوطر هنجيب الوطر في الاول من نظريت في صغورس لما تكون عايز الوطر بتربع وتجمع تربع الدلعين دول وتجمعهم في الاول احنا هنجيب طول الف جيم الربع التلاتة انه ضربها في نفس تلاتة في تلاتة بتسعة ربع الاربع اربع فاربع بستاشر اجمعهم يساوي خمسة وعشرين اخر خطوة في صغورس بنجيب الجازر الجازر الخمسة وعشرين تساوي خمسة البطول الوطر ده بيساوي خمسة سنط كده نقدر نجيب جازين المقابل بتلاتة والوطر بخمسة بيساوي تلاتة على خمسة السؤال التالت يقول اذا كانت النقطة صفر والف تنتامل المستقيم تلاتة سين نقص اربع صاد يساوي سلب اتناشر عايز قمة الالف لما يديك نقطة يقول لك تنتامل المستقيم بتمسك النقطة تعود بها في المستقيم تعود عن السين والصاد اي نقطة عبارة عن سين والصاد السين فيها بصفر والصاد فيها بالف ابقى تحوش السين وتحط صفر وتحوش الصاد وتحط بعدها بالف تعا انا عوض تلاتة والسين بينهم فيه تلاتة في صفر بصفر خلاص الصفر مش هتكتب سالب اربع في قلب بسالب اربع الف يساوي سالب اتناشر هو عايز يجيب قيمة الالف فعشان نخلص من اللي جاب ليه هكسم عليه هكسم هنا على سالب اربع وهنا على سالب اربع سالب اربع تروح السالب يروح مع السالب اتناشر على الاربع فيها التلاتة بقيمة الالف اللي هو عايزة بتساوي تلاتة فأي نقطة يدهالك يقول لك تنتامل المستقيم تبدأ تعود تمسك النقطة دي تعود بها في المستقيم السؤال الرابع يقول لي سين جاتا ستين يساوي زا خمسة وربعين عايز قيمة سين هنعملها زي المعادلة بالزبط في الاول هنجيب جاتا ستين وزا خمسة وربعين السين والجاتا بينهم فيه هنزل السين اللي معرفهاش فيه جاتا ستين بنص يساوي زا خمسة وربعين بواحد تعالوا دروب دول في الاول سين في نص بنص سين ينزلوا جنبه بعض ونساوم بالواحد انا عايز قيمة السين من اللي مداج السين النص ازاي بخلص من الكسر اللي جاب للسين بضروف المعكوس الضربة معكوس للضربة الواحد عال الاتنين اتنين عالواحد اللي هي الاتنين هضرب هنا في اتنين وهنا برضو في اتنين هتلاقي الاتنين قد دول يروح مع بعض هيتفضلك سين بتساوي واحد في اتنين باتنين البقيمة السين اللي هو عايزة بتساوي اتنين نكمل سؤالي الأكمل النقطة الخامسة في سؤالي الأكمل عايز البعد بين النقطة 4 و 3 و نقطة الأصل احنا عدنا قانون لما يطلب منك البعد بين النقطة و نقطة الأصل اللي هو جزر سين تربيع زائد صوت تربيع تمسك السين تربحها 4 في 4 في 16 والصد تربحها 3 في 3 بتسعة باستخدم القانون ده لما يطلب منك البعد بين النقطة و نقطة الأصل هتجمع 16 و 9 بتساوي 25 جزر 25 بتساوي 5 إبه البعد بين النقطة دي و نقطة الأصل بساوي 5 و 1 الطول طب لو نسيت القانون ده اعتبر انه نقطة الأصل 0 و 0 وهتجيب البعد بين النقطة 4 و 3 و 0 بقانون البعد لو فرج السينية التربيع زائد فرج الصدات التربيع هتطلع لك برضو بخمسة آخر سؤال في الامتحان بيقول إذا كانت نقطة الأصل اللي هي 0 و 0 هي منتصف القطعة المستقيمة قالب ب ميديك قطعة مستقيمة اسمه قالب ب وجل لك نقطة الأصل في النص نقطة الأصل إحداثياتها 0 و 0 ميديك نقطة ألف خمسة وسلب 2 ممكن نكتب عندها خمسة وسلب 2 لكن عايز إحداثه نقطة ب نقطة بيه دي ما نعرفهاش فعشان ما عرفهاش هسميها سين و ساد هجيبها منين النقطة دي هجيبها من المنتصف إنو هكي نجيل له نقطة الأصل في منتصف ألف و بيه طالما عندك نقطة المنتصف ابدأ بيها المنتصف هنا اللي هي نقطة الأصل اللي هي 0 و 0 هنجيب منتصف ألف و بيه من قانون المنتصف مجموع السينات على الاثنين و مجموع الصادات على الاثنين السينات اللي هم سين و خمسة يبه سين زاد خمسة على الاثنين الصادات اللي هم صاد وسلب اثنين يبه صاد ناغس اثنين على الاثنين يبه نقطة الأصل اللي هي 0 و 0 سوات منتصف ألف بيه عندنا زوجيني سابعة هساوي المسقط الأول بالأول والتاني بالتاني المسقط الأول اللي هو سين زاد خمسة على الاثنين نسوي بالمسقط الأول هنا اللي هو صفر المسقط الثاني الوساد ناغس اثنين على اثنين نسوي بالمسقط الثاني برضو اللي هو صفر عشان نجيب السين بنضرب مجس الصفر يعتبر مقام واحد هضرب سين زاد خمسة في واحد تنزل زي ما هي سين زاد خمسة 0 في 2 0 في 2 عدد بصفر ود الموجة بخمسة الناحية التانية بعكس الاشارة كده قيمت السين نفس الكلام هنا 0 مقام واحد صاد نقص 2 في 1 هي بعينها الصاد نقص 2 0 في 2 0 في 2 عدد بصفر ود السين باتنين الناحية التانية بعكس الاشارة بتساوي موجة باتنين نقطة بي اللي عايزينا سمناها سين وصاد السين طلعت بسالب 5 والصاد طلعت باتنين البحدة سياتها سالب 5 واتنين كده خلصنا الامتحان هنزود عليهم 6 مسال من عندي اول اربع مسال فيهم اكمل السؤال الاول بيقول لي البيهجيم ده المربع بيديك نقطة الف ونقطة جيم لكن عايزين ميل بهدال الرسمة يسهل علينا الف به جيم دال مربع هم يديك نقطة الف ونقطة جيم لكن عايزين ميل بهدال طب هتجيب ميل بهدال ازاي وانت ما عندكش ولا نقطة به ولا نقطة دال وانا لازم تكون حافظ خواص الاشكال نعارفين في المربع ان القطران متعامدان قطر المربع متعامدان وطالما متعامدان يبقى حاصل ضرب ميلهم يساوي سالب واحد او ممكن نجيب ميل واحد فيهم والتاني هنجلبهم غير الاشارة لو جدرنا نجيب ميل الف جيم هنقدر نجيب ميل بهدال عشان هم متعامدان تبقى انا اقدر اجيب ميل الف جيم عشان عندنا نقطة الف ونقطة جيم فالاول هنجيب ميل الف جيم من قانون الميل فارج الصادات على فارج السنات الصادات سالب واحد نقص خمسة السنات خمسة نقص ثلاثة سالب واحد نقص خمسة سالب ست خمسة نقص ثلاثة اتنين سالب ستة على اتنين فيها السالب ثلاثة ده ميل الف جيم بهدال عمودي عليه يبقى نجيب ميل العمودي ميل بهدال هو ميل ألف جند سالب 3 لو عايز ميل العمودي غير الإشارة واجلبه هو سالب نخليه موجب 3 مقامها 1 بدل 3 على 1 تبقى 1 على 3 يبقى ميل بهدال اللي احنا عايزين هو يساوي 1 على 3 مثال التاني نفس الفكرة بس بعد المربع مدهل على هيئة مسلس قوة لكن نفس الفكرة بالضبط مسلس قائم بهدال قائم الزاوة في به هنرسم أي مسلس قائم الزاوة ونخلي الزاوة القائمة عند ال به مدك نقطة ألف 41 وبه سالب 1 وسالب 2 مدك نقطة ألف ونقطة به هو عايز ميل بهدال عايز ميل بهدال برضو احنا عارفين ان في المسلس القائم دل عي القائمة بيكونوا متعمدين لهم قائم بهدال متعمدين عشان الزاوة بينهم 90 فانا لو قدرت اجيب ميل قلب به هجيب ميل به دي هنجيب ميل قلب به من اين من النقطتين اللي هو مدهوم لي بقانون فرج الصداط على فرج السنات يبقى برضو هبدأ اجيب ميل قلب به فرج الصداط 4 ناوج السالب 2 يعني 4 زاد 2 والسنات 1 ناوج السالب 1 1 زاد 1 4 و 2 6 1 و 1 2 6 على 2 فيها 3 ده ميل قلب به بهجيم عمود عليه ابهد غير الاشارة وتجلب بقول له ميل بهجيم اللي انت عايزه التلاتة موجب غير الاشارة وتبه سالب و نجلبها بدل 3 على الواحد تبه 1 على 3 يبقى ميل بهجيم اللي عايزه هيساوي سالب 1 على 3 ندخل في السؤال التالت السؤال التالت هنا نفس فكرة السؤال اللي فات لكن بشكل مختلف مديك 3 نقط نقطة آلف 3 و 5 به 2 وسالب 1 وجيم سين وساط ما نعرفهاش هو عايز نقطة جيم التي تجعل المسلس آلف بهجيم قائم الزاوية في به ومديك 4 اختيارات يبقى مديك مسلس آلف بهجيم قائم الزاوية في به مديك نقطة آلف و نقطة به لكن ما نعرفش نقطة جيم طب هنجيبها منين هنجيبها من التعامض برضو المسلس القائم ضلعي القائمة دول بيكونوا متعامدان يعني حاصل ضرب ميله ومساوي سالب 1 او لو جيبنا ميل آلف به ميل بهجيم نجلبه ومغير الاشارة طب انا اقدر اجيب ميل آلف به عشان عندي نقطة آلف ونقطة به اقدر اجيب الميل تعاني نجيب الميل الاول ميل آلف به فرج الصدات على فرج السنات الصدات اللي همه الخمسة والسالب واحد خمسة ناجس سالب واحد يعني خمسة زاد واحد السنات تلاتة ناجس اتنين خمسة واحد ستة وتلاتة ناجس اتنين واحد 6 على الواحد فيها الست يبقى ميل قالب به طلع بست ميل به جيم عشان عمود عليه المفروض نغير الإشارة ونجلبه هو موجة بستة نخليها سالب وبدل ستة على الواحد تبقى سالب واحد على الست قيارنا الإشارة وجلبنا المفروض لما نجيب ميل به جيم يطلح سالب واحد على الست طب أنا عندي نقطة به لكن ما عنديش نقطة جيم معرفهاش فأنا هنجرب الاختيارات هنجرب الاختيار الأول اللي هو ستة وسالب واحد وأجيب الميل بين نقطة به وبين الاختيار ده لو طلح سالب واحد على الست يبقى النقطة دي صح طب لو ما نفعتش أجرب الاختيار التاني اللي هو تمانية وسالب اتنين وأجيب الميل بين النقطة دي ونقطة به لازم تطلح سالب واحد على الست وهكذا يبقى احنا هنا هنجرب الاختيارات تعال نجرب الاختيار الأول اللي هو ستة وسالب واحد هجيب الميل مع النقطة اللي اسمها به اللي هي اتنين وسلب واحد. فرج الصداط على فرج السنات. سلب واحد ناجس سلب واحد. سلب واحد بزاد واحد. السنات ستة ناجس اتنين. سلب واحد وموجب واحد صفر. ستة ناجس اتنين اربعة. صفر على اي عدد في الصفر. ما طلعتش سلب واحد على الست. يبقى الاختيار ده غلط. هجرب النقطة التانية اللي اسمها تمانية وسلب اتنين. هجيب الميل بين النقطة دي ونقطة ب. فرج الصداط على فرج السنات. سلب اتنين ناجس سلب واحد. سلب اتنين اتبقى زاد واحد. وتمانية ناجس اتنين. سلب اتنين زاد واحد بسلب واحد. تمانية ناجس اتنين بستة. فعلا طلعت سلب واحد على الستة زي ما كنت عايز. يبقى الطريقة هنا انك بتجرب الاختيارات. نقطة جيم دي. حط بدلها الاختيار الاول او التاني او التالت او الرابع. وتجيب الميل بين نقطة ب وبالنقطة جيم. الميل اللي هطلع معاك سالب واحد على الستة بها النقطة اللي صحة. النقطة اللي نافعت معنا هنا اللي هي النقطة التانية. المسال ده نفس الفكرة هنجرب فيه الاختيارات باربل. بديك قلب ب مستقيم. يمر بالنقطتين اتنين وخمسة وخمسة واتنين. بديك مستقيم اسمه قلب ب. يمر بالنقطتين اتنين وخمسة وخمسة واتنين. بيقول لأي النقطة التالية ينتمي الف ب. عايز يعرف مين النقطة في دول اللي موجودة على الف ب. تنتمي الف ب يعني موجودة معاهم على استقامة واحدة. عايزين نعرف فين النقطة في دول اللي تنتمي الف ب يعني موجودة معاهم على استقامة واحدة. طيب بنسبة استقامة واحدة ازاي بالميل? لما نجيب الميل بين كل نقطتين لازم يطلع متساوي. طب انا النقطتين اللي بدهم لي دول هجيب لهم الميل في الاول. هنجيب الميل. فرج الصدات على فرج السينات. الصدات اتنين ناجس خمسة. والسينات خمسة ناجس اتنين. اتنين ناجس خمسة سلب تلاتة. خمسة ناجس اتنين تلاتة. سلب تلاتة على التلاتة فيها السالب واحد. ده مليل النقطتين اللي كان الدهملي. ازاي يعرف النقطة? همسك اي نقطة في دول. واجيب معها الميل مع كل اختيار. يعني مسلا نختار النقطة الاول. هجربها مع الاختيار الاول. واجيب بينهم الميل. لازم يطلح سالب واحد. ما نفعتش النقطة الاولى نختار النقطة التانية. ما نفعتش النقطة التانية نختار التالتة او الرابعة. تعال نجرب. هجيب الميل مسلا بين النقطة الاول والاختيار الاول اللي هو واحد وست. لازم يطلع لي سالب واحد. فرج الصدات على فرج السينات. صدات خمسة ناجس ستة. والسينات اتنين ناجس واحد. خمسة ناجس ستة سالب واحد. واتنين ناجس واحد واحد. سالب واحد على الواحد فيها السالب واحد. فعلا كده الميلين طلعوا صاحب بعد. جبه النقطة الاولى دي هي اللي موجودة على المستقيم. يبقى في المسألة زي دي بنجرب الاختيارات. ندخل في السؤال الجبل الاخير. السؤال الخامس ده سؤال مقالي. مديك مسلس قلب بيه جيم قايم في بيه. قلب بيه جيم قايم الزي وفي بيه. وطول قلب بيه ستة سنطة. ومدينا معطى كمان هنا النزاة جيم بتسوي تلاتة على الاربعة. عايز ثلاث حاجات. او المطلوب عايز قياس زاو الجيم. زاو الجيم نقدر نجيبها مباشر. او مديك ان زاو جيم يساوي تلاتة على الاربعة. زاو جيم يساوي تلاتة على اربعة. طالما مديك الزاو. وعايز الزاوية نفسها بالقالة هتضغط شفت. شفت تان تلاتة على الاربعة. ضغطنا شفت عشان احنا عايزين الزاوية نفسها. شفت وعا كده تان والنتج اللي مده لك لوها تلاتة على الاربعة. لو عملتها بالقالة هتطلع لك ستة وتلاتين درجة. 52 دقيقة و 12 ثانية ده المطلوب الأول المطلوب الثاني عايز طول بهجيم عايز طول الضل بهجيم برضو بهجيم هجيبه من المعتلم الدهلي ده اللي هو زاجيم هم الديني زاجيم بتسوي 3 على 4 فانا هجيب زاجيم بقانون الزا وسواها بتلاتة على 4 هنجيب زاجيم ونسويها بتلاتة على 4 قانون الزا مقابل على مجاور مقابل اللي هو ب6 والمجاور اللي هو عايزه اللي هو بهجيم يبقى زاجيم بيساوي المقابل ب6 على المجاور اللي هو بهجيم اللي احنا عايزين كان مدين الزا ب3 على 4 فانا هسواها بتلاتة على 4 ازاي يجيب بهجيم هضرب مقص 3 بهجيم بتلاتة بهجيم 6 ف4 ب24 اقسم هنا على التلاتة وهنا على التلاتة يبقى بهجيم بتسوي 24 على التلاتة هتساوي تمانية يبقى طول بهجيم هيساوي تمانية اخر مطلوب عيد جا الف زاية جتا الف ادي زاية الف عايزين نجيب لها الجا والجتا ونجمحهم على بعض هو قانون الجا مقابل على وطر ما عندناش الوطر لازم نجيبه الاول من نظرته في ساورس هنجيب طول الف جيم هنربع ونجمع ربع الستة بستة وتلاتين وربع التمانية باربع وستين ستة وتلاتين واربع وستين مية يبقى الف جيم بس فنجيب جازر المية هيساوي عشرة يبقى طول الوطر عشرة كده تقدر تجيب الجا والجتا جا الف زاية جتا الف الجا مقابل على وطر المقابل تمانية والوطر عشرة يبقى تمانية على عشرة زاية جتا الف الجتا مجاور على الوطر اللي جارها بستة والوطر عشرة يبقى ستة على عشرة هنجمحهم ناخد عشرة واحدة تمانية وستة أربحتاشر أربحتاشر على عشرة فيها واحد واربعة من عشرة يبقى قيمتي جا زاد الجدد سوا 1 و 4 من 10 هناخد اخر سؤال السؤال الاخير هنا كان في ناس طلبته في التعليقات اللي هي المسائل المرسومة في معدة الخط المستقيم مسائل زادية هنقول لنا هناخدها في حصة المسائل المقالية اللي هي اخر حصة في المراجعات مديك مستقيم ومرسوم وعايز منه خمس حاجات او المطلوب عايز ميل الخط المستقيم عايز ميل المستقيم ده عشان تجيب ميله هتجيب اي نقطتين موجودين على المستقيم ده بس النقطتين اللي هتختارهم لازم تعرف تجيب احداثياتهم تعرف تجيب السين فيها بكام والصد بكام زي النقطة اللي هنا دي لو نزلت تحتيها السين فيها باتنين ولو نشيت جسادها الصد فيها باربعة يبا احداثياتها اتنين واربعة كده اول نقطة ممكن نجيب نقطة كمان اللي هي النقطة دي السين تحتيها بصفر والصات فيها التلاتة الباحدة سياتها صفر وتلاتة النقطتين دول أقدر أجيب منهم الميل مع جان تجيب الميل تختار أي نقطتين موجودين على المستقيم وتجيب منهم الميل الميل فرج الصداط على فرج السينات الصداط أربع نغس تلاتة والسينات اتنين نغس صفر 4 ناقص 3 واحد و 2 ناقص صفر هي الاتنين يبقى الميل طلع بنص المطلوب الثاني عايز طول الجزء المكتوع من محور الصدات دي نعرفها بالملاحظة من مستقيم جطع محور الصدات عند الثلاثة ده المستقيم وده محور الصدات جطع محور الصدات عند الثلاثة يبقى الجزء المكتوع من الصدات يساوي ثلاثة المطلوب الثالث عايز معادلة الخط المستقيم معادلة المستقيم اللي هي صورتها صوت بتساوي ميم سين زائد جين والله عندنا الميل وعندنا الجزء كده نقدر نجيب المعادلة معادلة صوت بتساوي ميم سين الميل طلع بنص والجزء طلع بموجة بتلاتة هي دي معادلة المستقيم مطلوب الرابع عايز طول الجزء المكتوع من محوري السينات طب الجزء المكتوع من الصدات عرفناه عشان مستقيم جطع الصدات عند التلات طب جطع السينات فين ما نعرفش انه هو مش واصل عند السينات طب نجيب الجزء المكتوع من السينات ازاي عندنا ملحوظة نجيب منها الجزء المكتوع من السينات الجزء المكتوع من السينات بنضع صوت سوي صفر عشان تعرف الجزء المكتوع من السينات حش الصدي وحط بدلها صفر يعني المعادلة تبقى كده صفر بتساوي نص سين زائد تلاتة وحشت الصاد وحطت بدلها صفر وعملها معادلة عادية هسبت نص سين هنا والموجة بتلاتة وادين ناحية التانية بعكس الإشارة تساوي سالب تلاتة عشان تخلص من النص تضرب في المعكوس الضرب هنا في اتنين وهنا في اتنين لو اختصرت الاتنين نقطة يروحوا مع بعض يبقى سين بتساوي سالب تلاتة في اتنين بسالب ستة يبقى المستقيم ده لو مش شوية كده هيقطع محور السينات عند السالب ستة طب هو عايز طول الجزء المكتوع من السينات قلنا مفيش طول بالسالب يعني هنلغي السالب فطول الجزء المكتوع هيساوي موجة بستة لو عديت المربعات دي هتلاقيها ست مربعات لشان نقول سالب ست مربعات فيش طول بالسالب يبقى الجزء المكتوع من السينات يساوي ستة اخر مطلوب عايز مساحة المسلس المحدد بالخط المستقيم والجزئين المكتوعين من محورية الاحداثيات اللي هو محور السينات ومحور الصدات عايز بساحة المسلس المحصور بين المستقيم والجزء المكتوع من الصدات والجزء المكتوع من السينات اللي هو المسلس اللي هنا ده المسلس ده موجود بين المستقيم وبين محور السينات والصدات اولا المسلس ده قائم ساحة المسلس نص القاعدة في الارتفاع ادي القاعدة ودي الارتفاع بنبعد عن الوطر طب القاعدة كام؟ القاعدة ست عشان هو اجطع محور السينات عند الست او لو هتعد المربعات دي هتلاجهها ست مربعات يبقى طول القاعدة ست طب الارتفاع كام؟ الارتفاع تلات عشان جطع الصادات عند التلات او لو هتعد المربعات قد مربع اتنين تلات يبقى الارتفاع تلات بقى تجيب نص القاعدة في الارتفاع بمساحة المثلث اللي هو عايزه هيساوي نص القاعدة ست وحدات والارتفاع تلات وحدات على الاتنين فهر واحدة على اتنين فيها التلاتة. تلاتة في تلاتة بتساوي تسعة. بل مساحة تسعة وحدات مربعة. وزي ما قلت هناخد مسائل زيها في حصة المسائل المقالية. حصة جاية هنحل اول امتحان من امتحانات المحافظات. محافظة القاهرة. وهجلكوا هنعمل ايه باجي المحافظات? اشوفكم هناك ان شاء الله.